نص القراءة الشعري رحلة إلى الإيمان أفرز العصر الإسلامي وخاصة في مرحلة صدر الإسلام أدباً اكتسب التزاماً لا نظير له اقتفسه من تعاليم الدين الإسلامي أضطرت على كل نواحي الفكرية والتقافية والاجتماعية خصوصاً الأدب بحيث كان الشعر في الجاهلية يتمتع بمنزلة عظيمة لدى العرب تتناول جميع المواضيع التي تهتم بشؤونهم وحياتهم فكتبوا في الغزل والمدح والفخر والهجاء والوصف والرتاء والحكمة لكن حينما جاء الإسلام استغنى الشعراء عن الأغراض الشعرية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام كالغزل الفاحش ووصف مجالس اللهوي والصمر وظهرت أغراض جديدة تتماشى وأهداف الإسلام كالدعوة إلى اتباع الدين الجديد والإشادة به وبنصرته ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة وأمر الشاعر حسان بن تابت أن يهج قريشا وكفارها ومن أشهر شعراء هذه الحقبة حسان بن تابت كعب بن سهير الحطيئة أما الأعشاء فكان من الشعراء المخضرمين الذين فكروا ذات يوم أن يقوموا برحلة من اليمامة إلى يترب لملاقات الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر النص دوان الأعشاء نوعية النص أنه قصيدة شعرية قديمة من الشعر الإسلامي والتي يعبر فيها الشاعر عن ذاتيته ورغبته في اعتناق الإسلام فرضية القراءة نفترض أن النص الشعري سيتحدث عن انتقال الشاعر من حياة الملدات الكبر إلى حياة الإيمان الطمأنينة وراحة البال يمكن تقسيم النص إلى وحدات سنتطرق فقط إلى أهم الأفكار التي عالجها هذا النص الشعري الفكرة الأولى سبب عرض الشاعر لسبب أرقه الدائم ووصفه لاندطار زمانه وفساده ورغبة الناس في السعي إلى الكسب والملدات فقط ثم قرار الشاعر الهجرة على متنقته إلى يترب ورغبته في الحصول على الراحة مع نيل العطاء الفكرة الثالثة مدح الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبيه الآخرين بالاقتداء به وعدم التأخير عن ذلك لأنهم سيحسون بالندم إبراز الشاعر مظاهر الإسلام ومزاياه وقيمه الجديدة ودعوته إلى أن نصلي لله ونحمد ونشكره الحقول الدلالية هيمن على النص حقلان دلاليان حقل الإيمان وحقل الكفر الألفاظ الدالة على الكفر افتقار أفسد يبغي المال الألفاظ الدالة على الإيمان يترب محمد لا تأخذنا سهما حديدا والعلاقة بينهما علاقة تنافر لأن الكفر يرتبط دائما بالجهل والدلالة والشهوات الدنيوية بينما الإيمان يرتبط بالراحة واليقين يقين أن الموت حقيقة تابتة الخصائص الفنية وضف الشاعر مجموعة من الصور الشعرية مثل استعارة والكناية مثلا من فواضله يدا لم يتطرق الشاعر إلى كلمة الجود التي يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد على لفظ يدا على سبيل الكناية عن صفا كذلك اعتمد على الاستعارة المكنية أرد دهر إذا أصلحت كفاية عادة فأفسد شبه الشاعر الزمنة والمستعار له إنسان المستعار منه المشبه بالإنسان والتي على ذكر قرينة دالة اعتمد على ذكر قرينة دالة على ذلك وهي عادة على سبيل الاستعارة المكنية ولكل هذه الصور الشعرية مجموعة من الوظائف منها ما هو وظيفة نفسية أي الشاعر جسد حالته المليئة بالندم والشوق إلى الهجرة ليطهر روحه وينقيها من الردائل وهناك وظيفة أخرى وظيفة تأثيرية اتضحت لنا من خلال انفعالات الشاعر التي تظهر من رغبته في التغيير من الكفر إلى الإيمان وهناك وظيفة جمالية إذا قرأت قصيدة الأعشاء ستجد أنها تحتوي على سور بلاغية خلاقة بالنسبة للإقاع الخارجي بالنسبة للوزن نأخذ البيت كنموذج ألم تعتمد عينا كليلة تأرمد فعولا مفاعل فعولا مفاعل وعادة كمعادس سليمة لمسهداء نلاحظ بأن البحر هو بحر الطويل والعروض مقبوضة والضرب مقبوض الروي هو حرف دال لأن الروي هو حرف الدال وهو حرف مهموس أذهبه الشاعر يعبر عن ندمه ورغبته في الحصول على الإيمان القافية في البيت الأول هي سهل هذا نلاحظ حركة سكون حركة 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 سكون حركة حركة سكون هنا هي مطلقة متداركة أي وجود حرفين متحركين بين ساكنين متحركين الأسليب تضمن القصيدة أسلوب خبري ابتدائي عادة ما عادة السليب وهو غير طلبي لأن فيه أداة إن لها في أهلي بيترب وأسلوب إنشائي مثل النداء بهذا السائل والنفي ليس عطاءة اليوم لا أرتي أنه لا تأخذنه والأمر صل على حين العشيات